من مميزات انتخابات المجالس المحلية الأولى في تاريخ تونس أنها انتخابات قرب تنطلق من العمادات وتضع بيد المواطن صناعة القرار في منطقته ما يجعل الناخبين على دراية ومعرفة بالمترشحين ويسهل عملية اختيار ممثل كل عمادة في المجالس المحلية ولد حونسي وهو يعرف مشاخل واهتمامات للجهة يعني العمادة وهو فهمتوا على قريب برشا لنا واحنا قريبا اقرب ليه واللي باش يختار من غير حاجات اخرى يعني باش يختار اللي يكون كفاء المترشحين يكونوا يعني اقرب الزونة متاع الوينتوسكون انت يعني هم باش يخدموا لك الخدمات اللي حاشتك بيهم انت في المنطقة متاعك انت باش تلاقي كل الخدمات يعني باش يكون اختيار سير خطر لعباتش ترقاوا بتعرفهم النخبونا شددوا ايضا على اهمية النظام الانتخابي الجديد ودوره في ايصال صوت المواطن باش نعطيها صوتي مستحق باش نعرفه مستحق باش نلقاه في المرشي مستحق باش نلقاه في القهوة مستحق باش نلقاه في الشارع مستحق باش يسمعني انا نتمنى كونه الانتخابات هذية تساهم باش نقدمه باش ننشحه باش ننظمه باش نحسن الوضع انتخابات متاعنا هي دمنا ولحمنا واحنا ماذا بينا ننتخبوه يكون في المستوي وان شاء الله ربي يواجههم خير اما لو احنا الانتخاب نعم هذو ما نشوفوهم يهتربش يعملونا شيء اللي يوعدونا بيه الا ليه قرب المترشحين من الناخبين عامل يتطلع المواطنون الى ان يساهم في متابعة مشاغلهم وتحقيق انتظاراتهم من المجالس المحلية